مجز لأهم الأنباء أعلن الرئيس والروسي فلاديمير بوتين الجمعة أن مناطق لغانسك ودونتسك وسافاروجيا وخيرسون أصبحت تابعة لروسيا على الرغم من تحذيرات كييف وحلفائها الغربيين وقال بوتين أن انضمام المناطق الأربعة الجديدة لروسيا تابع من الإرادة أو نابع من الإرادة الشعبية داعيا سلطات كييف إلى احترام ذلك يعقد مجلس الأمن الدولي في وقت لاحق جلسة لبحث الأخطار المترتبة عن استهداف خطين نورستريم في بحر البلقيق ومنذ اكتشاف التصدعات تبادلت روسيا والقوى الغربية لاتهامات بتخريب خطين نورستريم من جانبها قالت شركة نورستريم اي جي المشغلة لخط أنبيب نورستريم واحد إنها تتوقع توقف تسرب الغاز بحلول الاثنين المقبل إلا أنها غير قادرة على الوصول إلى المنطقة لتقييم حجم الأضرار انطلقت الجمعة أعمال الدورة الثامنة للمشاورات السياسية الجزائرية الفرنسية على مستوى الأمينين العامين لوزارتي خارجية البلدين برئاسة الأمين العام لوزارة الجزائرية عمار بلاني والأمينة العامة للخارجية الفرنسية آن ماري ديكوت وتناولت المشاورات العلاقات والتعاون بين البلدين وسبول تفعيل إعلان الجزائر حول الشراكة المتجددة بين الجزائر وبريس كما تم تطرق للقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك شهدت العاصمة والبركنابية وغادوغو والجمعة استنفارا أمنيا على إثر إطلاق نار في الهواء أعقبه وقف مؤقت لبث التلفزيون الحكومي وقالت رئاسة البركنابية أن مصدر إطلاق النار كان من طرف مجموعة من الجنود وصفتهم بالغضبين لتعلن لاحقا عودة الوضع إلى الاستقرار حذرت كبيرة والمستشارين الطبيين في وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة سوزان هوبكنز من انتشار سلالة جديدة من الإنفلونزا في أنحاء العالم شتاء المقبل قالت إن خطورتها أشد من فيروس كورونا وأطلقت خبيرة والصحة في بريطانيا على فيروس H3N2 لقب سلالة القاتلة لأنها تشكل تهديدا على الصحة العامة هذا وحذرت هوبكنز من تدعيات الفيروس على كبار السن واعتبرت أن الحصول على لقاح الأمنفلونزا من شأنه أن ينقذ حياة الكثيرين ختم الموجز شكرا لكم تبقى روابط القناة الإلكترونية في الخدمة إلى اللقاء اشتركوا في القناة